النهاردة عايزين نعمل مسقعة كده أكلة خفيفة وسريعة بس عايزين نعملها بطعم مميز والنهاردة عايزين نعملها بالسجوة وعشان نعمل المسقعة وتبقى طعمها حيل محتاج يبقى عندي ميكس من الخضار زي البتنجان والبطاطس والفلفل والفلفل الحامي شوية بصل ممكن نستخدم لحم مفرومة أو السجوة وممكن بقى أشكل نوع اللهم أو على حسب ما أنا أعايز برضو السلسة لازم تبقى مش كتير وخفيفة عشان بعد الصيام طول اليوم مش عايزين حاجة تبقى تقيلة قوية تعمل توجعينا مادتنا بعد الفطوع محتاج إيه بقى عشان أعمل مسقعة وخلي طعم المسقعة والسلسة نفسها تبقى طعمها وميز وفي نفس الوقت ما تبقاش المسقعة يعني زيت كتير لأ أنا عايزة أعملها قليها في الزيت بس ما تبقاش شربة زيت تعالوا نشوف محتاجين إيه عشان نعمل السلسة قليها في المسقعة وإيه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان ما نخليش كل الحاجات اللي من قليها في الزيت تشرب زيت أول حاجة عندي الخضور بتاعي عندي بتنجان عندي بطاطس فلفل فلفل حار بقدوني سويه هستخدم كباية من الدقيق بعد كده عندي السجوق وعشان أخلي طعم السجوق كويس محتاج نصف كيلو من سجوق من بوميت بعد كده عندي اتنين بصل أحمر ملح فلفل أسود وفلفل ألوان بعد كده عندي البصل الصلصة بتاعتي معلقتين كبار من التون كباية من عصير الطماطم نصف كباية من الصلصة معلقة كبيرة من السكر مع علاقتين كبار من الخل، زيت، كسبرة، كمون، ملح، وفلفل أسو دي كده المكاولات اللي انت ممكن تعملي بيها المساقة أول حاجة هعملها إيه؟ هجيب البتنجان بتاعي وإحنا قبل كده اتفقنا إنه لما كنا عايز تنجان طعم ويبقى حامي شوية فهختار البتنجان اللي هي إيه؟ الحتة دي فيها صغيرة وديه من ينفع بقى أدخلها في الطبيق بتاعي عشان هيبقى طعمها مر شوية مش تنفع للسلطات يعني مش تنفع عندنا شويها ويقولها كده الوحدة أقطع قطعة البتنجان كده بعد مخسلها وهيه هقطع الحتة الأخيرة دي وهنا أنا مش عايز قشرة البتنجان نفسها لما أجيكم للمساقة تدايقني لأن القشرة طبعا بيبقى كبير قوي فما أجيكم بالعيش كده أو غمس بالعيش يعني بلاقي حتة القشرة كبيرة قوي فحل ده إيه؟ حل ده إن أنا أجيب على البلانشة أوم أقطع الوحدة بالقطعة دي أوم جايب بقى السكينة واخد قطع من القشرة أقشر بقى كده على الحرف ممكن تعملي الحركة دي بمقشرة البطاطس لو أنت مش قادرة تعمليها بالسكينة أو لو السكينة مش حامي قوي لأنشان مش عايز أضيع لحم كتير فين في القشرة اللي أنا هرميه ده لأن ده خلاص هيترمي أوم سايب حتة كده أوم جاي على الناحية التانية قطع نفس الموضوع واجي هنا نفس الشكل كده أنا أقشرت البتنجان بتاعي طيب ينفع أننا جاهز البتنجان ده من قبلها بيوم عشان أنا صايمة وقررت أننا هعمل أكل خفيفة ما مش عايز أعمل مجود كبير أوه ينفع تقشر البتنجان وتقطعيه زامنا هقطعه كده دوائر وبعد كده هنحطه على مصفة ونرش عليه ملح ونسيبه ينزل المياه بتاعته يبقى طعمه حلو قوي لو عملت الحركة دي وهتفرق معاه كتير قوي أنت مجاهزة مقطع الخضار بتاعك كله هتصحي الصبح بس قبل المغرب بشوية هتقلي كل حاجة وبعد كده تجاهزه طيب بنعمل المسقع بالطبع البتنجان هو رقم واحد من السطور يعني بتاع الطبق بتاعنا بس بيشرب زيت كتير عشان ما يشربش زيت كتير بقى هنعمل إيه هتقومي جايبة بقولها كده أو صنعية أو طبق وتحطي فيه دقيقة على قد كمية الإستدامة إحنا محتاجينها يعني وهتجيبي الملاحة بتاعتك تحطي شوية ملاح وفلفل على إيه على الدقيق ده وبعد كده هنقلب كل الكلام ده مع بعضه وطبعا إنتي المفروضة تبقي حطها بمقطع البتنجان ده ورسوها على المصفة ورشو عليه ملح فهنزل المياه بتاعته هتقومي بقى ده بقى كل قطعة من دول ويتقلبيها كده فين؟ في الدين طب ليه بنيعمل كده؟ وناعرف إن الناس كده أو بتستسهل وتبقى عارفة المعلومة دي إن ده مش هيخيلها تشرب زيت وبتكسل وتعمل ده أنا بعمل طبقة تحمي البتنجان بتاعي إن هو يشرب زيت لإن البتنجان بيبقى عامل زي السفنجة فهلاحظتها في الزيت هتشرب لكن لو أنا لبستها كيس يعني وعملت لها طبقة خارجية مش هتشرب زيت خلص يبقى قطعت البتنجان بتاعي بالشكل ده همرايح على الزيت بتاعي ويمنزله كده في الزيت ولازم يبقى الزيت سفن يبقى هقطع ورش عليه ملح وبيوته فين؟ في التلاجة وقلب كل الكلام ده عشان ينزل ميته طيب عايزين بقى نعمل حاجة كده يعني ما تبقاش مسقعة فاضية يعني فهختارنا إن إحنا السجوق بتاع بوميت ليه اخترت السجوق بوميت عشان معلوهش مواد حفظة معلوهش فولسوية فده يعني حاجة من الأكلات المميزة قوي الناس كلها بتحب السجوق بس بتخاف دايما من الحاجات المصنعات عشان تبقاش عارفة معمولة إزاي ومش ضامنة الحاجة بواها فولسوية ولا أعليها مواد حفظة ولا أعليها بقى كل الكلام ده كده عشان أكسب وقت يعني قطعت أنا كده البتنجام بتاعي مهم بقى إن أنا إيه لازم تتقلب كويس في الضيق كده ونفضها من الضيق كمان قبل ما نزلها إيه الزيت عشان الزيت بتاعي ما يبصت يسا هنقلي حيات كتير هقلي كويس كده بقى إيه نفضي الضيق ده عشان الزيت بتاعك كمان ما يخسرش بسرعة ولازم نحزل الحية كده الزيت يفور عشان ده بيعرفني الزيت سخنة لو ما حسميتش كده ما تنزليش نزلت دول بقى يتقلوا هنروح على الفلفل الحامي برضو من الأحاجات اللي بتخلي أعزال عسل بس بيفرقع في الزيت وممكن يبقى في وقت الفوتر بقى مش ياخد بالي لقى مرة واحدة راحت فرقعي عمياتلي مشكلة حل ده إن أنا قوم جاي بالسكينة كده ويمخرم الفلفل بتاعي عشان أنا منزله في الزيت ما يعمليش مشكلة طب وأنا بقى لي البتنجان ينفع أحط زيت ينفع أحط فلفل على الزيت أو ينفع تعملي ده لو أنت بتحب الأكل حرائي هيبقى طعم مميز قوي يبقى كل واحدة كده حاجة بحطها يعني في الزيت أو منزل معاها واحدة فلفل أو اتنين عشان تاخد من إشاطة بتاعة الفلفل وده هيخليه طعم مسكر وجميل بعد كده أحط طوصة تانية على النور وده يمكن أجهزها بقى كلها من قبلها بيوم عشان أطلع يبقى أنا قدامي هقل شوية الحاجات وأحط عليهم السجوء ونجهز السلسة وممكن السلسة برضو نعملها من قبلها بيوم وينشيلها في التلاجة نطلعها الصبح تاخد غلوة وتحط على المساعة هقطع الفلفل بتاعي كده شرايح هقسم الواحدة على اتنين والبصل ما تقطعهش كبير قوي عشان ما ياخدش وقت في التسوية ومش هنسويه في الزيت البصل هنسويه فين فلتصة هنزل بقى فلتصة كده مع نقطة زيت قلب بقى كده كده هتبقي جهزت الفطور في أقل من ربع ساعة ونص ساعة بكتير قوي اقطعنا دول هقوم شايل البصل بتاعي وهقوم جايب السجوء اقطعه حيطة او خليه سليم كده عشان يعني كين هزا تحب ده بيبقى صغير كده ناكله بالعيش على طول المواردة عمل لكم عيش من أحسن عيش منكم تكلف حياتكم أقلب بقى كده عايز أرش ملح وفلفل هنا برضو مفيش اي مشكلة بس طبعا احنا السجوء متابل فتبيلة كويسة قوي مش محتاج ان احنا نضيف اي بوهرات كتير عليه خالص شوية فلفل اسوط سواياري وشوية ملح وحاسيب بقى ده يتحمر كده واروح بقى انا على البتنجان بتاعي اديله تقليبة عشان انا بقى انا زبطت كل حيه كده يبقى متحمر وجميل بعد كده هيبقى عندي الصلصة قلنا الصلصة ينفع نعملها من قبلها بيوم عشان يبقى يوم رايق كده يعني مقجزيني النهاردة من المطبخ وتعب القلب الكتير الواحد بقى صايم وريق وبيجري يعني وجوي بقى صعب قوي بعد كده هنزل عشان اعمل الصلصة شوية زب صغيرين كمان كده اسرق حاجة في الدنيا نحن نعمل كذا حاجة مع بعض هنروح على الصلصة وعندي ثوم هنزل كده بالثومة ومديها تقليبة عشان متحمرش من جنب وجنب لا بعد كده عندي الصلصة البوريه والسكر عشان المزازة والبهرة مجرد كده ما تبتهي تتحمر التومة ما سبهاش لحد ما تتسع كلها ومنازل بالصلصة البوريه بتاعتي عليها الصلصة الكامي يعني مش عايز الصلصة تبقى طعمها مزز عشان نجيه بقى أكلة رقصية واحنا مريحين هنحط شوية سكر وتشويحة الصلصة دي هتكليه صلصة حمرة ومش كتير يعني هتكليه لونها حتى لو انا الطماطم اللي عندي مش حمرة قوي ان انا هشوح الصلصة كده بلاقي بصوا لون الطماطم بيبتدي يغمق أكتر وده هيساعدني كتير قوي ان الصلصة بتاعتي بقى مميازة يعني هقلب بقى السجوء وانا شغال وارجع بعد كده جيب شوية كمون وكسبرة حمرت دول هقوم واخد معلقة الخل وكوباية عصير الطماطم نبدي بقى تقليبة للصلصة وانسيبها شوية كده نص ساعة ولا حاجة على النار بصوا بقى مجرد محطي الطماطم كانونها فاتح تحميلة الصلصة اللي انا همارتها في الاول خلت الصلصة بتاعتي جاهزة سبنا كده البتنجان بتاعنا هيتقلب الشكل ده هقوم بطلعه بقى مصفيم الزيت كده وبصوا بقى هنا واحدة البتنجان هتياه طلعه مشتربة زيت زي ما انت بتعمليه من غير ديه ديه بيفرق كتير قوي ويهي طبعا حافز على صحتنا بشوات الحاجات الصغيرة بيبقى عليها دي تفرق معي كتير قوي في الوصف بعد كده البطاطس بقى واحنا قلنا البطاطس لازم تقلي على مراتين هقوم بنزلها في الزيت هاي دي الزيت اهو وقوم جايب الفلفل وقطع الفلفل الوان شو رايح كده لون بقى كده ايه الفلفل الوان فلفل اخدر بس ينفع طبعا مفيش اي مشكلة خالص احنا لو عايزين نوفر قوي يعني بما ان الاكلة بسيطة يعني فاحنا ممكن نحط فلفل اخدر بس هسيب بقى البطاطس إلي على مرة وطلعها واعمل بتاني تعالى نشوف بقى البطنجان فعلا نشيله بالزيت ولا مشرفش والكلام احنا عملنا ده صح ولا هم جايب واحدة كده بصوا بقى ايه المفوض ان انا لما طلع واحدة البطنجان دي من الزيت بعملها كده بس بتنزل كمية زيت مهولة ايه دي خطعة البطنجان بتاعتي فيها زيت اه فيها بس مفيهاش بالكمية اللي بعد كده بلاقي ان انا حط صنية المساقعة في الفرن شوية بصوا لقي الزيت طلع من كل حتة فيها هسيبها بقى شوية على المناديل كده تنزل شوية الزيت اللي فيها عشان تبقى اكتر حاجة صحية حبيت المساقعة وعايزة كلها في السيام اه ينفع نعمل كده ونغير من اكلاتنا لان طبعا مش كل يوم هناكل لحمة وفاخ والسمك والكلام بعد كده هجيب بقى البايريكس حلو كده أو صنية كبيرة وبقى حضرت كل الحاجة بتاعتي قالتها هقوم مجاهز بقى شوية بقدونس كده او شوية كسبرة خضرة مقطعهم وبعد ما خلص قلي كل حاجة هبتدي بقى اقفل المساقعة بتاعتي اقفرم بقى الخضرة كده وكمان لو احنا عايزين نخزن بطاطس زي البطاطس الجاهزة هنعمل ايه بقى احنا بنقلي البطاطس على مرتين ليها على مرة واحدة وهنسيبها 3-4 سوا يعني هنسويها نص سوا بس بقى كده هجيبها سلاها على سوق تبرد خالص هحطها سيبع تبرد وحطها جوه كياس تلاجة وقوم غلفها وشيلها في الفريزر وكده ممكن كمان اسهل ان انا اطلع الحاجة على طول فقطعت دول وسوتهم هقوم رفعهم وحطت غيرهم ورجع بعد ما دول يبردوا هقوم مسويهم تاني وبكده انا خلاص هبقى عملت كل حاجة للمساقعة بتاعتي هرفع بقى دول كده وانزل شوية من القطعين الجاهزين على ما قطع او قطع شوية وانزلهم وبعد كده نقفل مع بعض المساقعة خلاص كده قليلنا البطاطس الفلفل والسجوء خلاص جاهز ويهي الصلصة بتاعتنا خلاص جاهزت اهيه هبتدي بقى جيب البايريكس بتاعي وبتدي رص البتنجان بتاعي كده فلصانية كاول طبقة يعني فلفل حامي انا بحب احطه سليم كده بس احنا ممكن برضو نحطه متقطع لو احنا حابين ان انا يبقى كله مشوات شوف يعني رص بقى بطاطس هرجع عدي طبقة البتنجان تاني شوية خضرة كده فيه القلب السلام بقى لو عندنا شبهة كسبرة وسط كل الكلام ده بتبقاش بقى دونس بس يعني بعد كده هياخد السجوء بعد ما اتحمر وقوم منزله بقى في كل فلصانية بتاعتي وكمل عليه بقى شوية الرص البتنجان اللي بقين مع شوية الفلفل الالواني فلفل وبطاطس والبصل اللي مع السجوء هتبقى في الاخر كل الحاجات دي تعمها مسكرة ايوه هفرت بقى كويس كده ودي شوية خضرة تاني بعد كده هجيب السلسة لو حسيت ان السلسة بتاعت تقيلة قوي او مديها شوية مية ومدخل كل الكلام ده الفرن مع بعض خليها خفيفة كده عشان توصل للصانية بتاعتنا من جوه وفي نفس الوقت المساقعة ما تنشفش مني خصة قلبت انا السلسة كده هياخد بعد كده بقى كابشة وابتدي قدلو السلسة بتاعتي على المساقعة ينفع تتاكل كده على طول وينفع تخش الفرن شوية يبقى احنا ممكن نجهز الصانية دي كلها في وقت العصر وبعد كده نيجي وقت المغرب يكون الفرن بتاعنا سخن ندخل بقى الصانية كلها الفرن تتحمر شوية وبعد كده يبقى خلاص عندنا ايه المساقعة بتاعتنا جاسة حيتها فضيع هفرت بقى الصلسة كده وانا كده خلاص عملت المساقعة بتاعتي